هل من صفقة لبنانية يعني ضيفية تحدث عن صفقة محلية وأقليمية ودولية أو ربما وعود أطلقت للتيار الوطني الحر مقابل طبعا وصول نبيه بري ونائبه لياسبو صعب يعني الحديث عن الصفقات في المجتمع السياسي اللبناني ليس غريبا ولا مستغربا نعم هناك إمكانيات كثيرة يحدث من هذه الصفقات أو تبادل الأصوات يعني عمليا ليس هناك أي حزب سياسي في لبنان يمكنه أن يحصل على أي منصب دون تحالفات ولا أي طائفة يمكن أن تحصل على عدد الأصوات دون تحالفات التحالفات أو تبادل العلاقات والمنافع بين الطبقة السياسية هذا أمر موجود لكن ما يهمني أيضا أن أشيذ هنا إلا أن ربما تكون هناك هذه الانتخابات وغيرها حتى إجراء الانتخابات بحد ذاتها هو ضوء أخضر دولي ربما لبداية انفراج أو للخروج من هذا المازق الذي نحن فيه هناك ربما علاقات خارجية أو ضوء أخضر خارجي التصريحات التي استدرت من الولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوع الماضي في الأسبوعين الماضيين ليست تصعيدية هي محاولة للتفسير والتهدئة والتخفيف من وقع ما حدث الحديث عن أكثريات في لبنان هذه أكثرية هذه سقطت النتائج التي شاهدناها اليوم ليست كما يجرى الحديث عن تفسير نتائج الانتخابات إذن وجود الصفقات في لبنان هذا أمر موجود ولكن المهم أن تكون هذه الصفقات لما فيه المصطحة الوطنية وليس صفقات على حساب الوطن القيادات الموجودة حتى الآن أو ما شاهدوا مجلس النواب الآن التركيبة التي في مجلس النواب الآن كلها تعبر فعلا عن تنوع غريب يعني هناك من القوى التقليدية إلى القوى الإصلاحية إلى القوى التغييرية إلى الزعامات المتوارثة إلى كل الطيف السياسي موجود في لبنان المطلوب الحقيقي الآن حتى ننتج حتى يصبح هذا البرلمان منتجا وليس فقط كما تفضل الزميل وهو محق أن يكون فقط منبرا للاستعراض ومنبرا للتهويش الإعلامي كأننا ما زلنا خارج البرلمان داخل المرلمان المطلوب قرارات المطلوب من النواب الآن أن ينجزوا قرارات إذا كانوا يريدون التغيير أو الإصلاح أو أي مطلب سياسي أو محاربة الفساد أو إعادة دورة الإنتاج هم بحاجة إلى قرارات وليس إلى شعارات وليس إلى مجرد إطلاق مواقف الآن أنتم في مجلس السلطة تفضلوا وأطلقوا وحولوا هذه الشعارات إلى قرارات يمكن أن تتحول إلى سياسات يعتمدها البلد هذا المطلوب الآن من مجلس النواب بالصفقات هي أمر طبيعي ومفرغ منه تفضلوا قرارات تفضلوا C تفضلوا قرارات